اشتركوا في القناة ماذا شعرت عندما قرأت عن النقاش الذي دار في مجلس الشورى السعودي حول مشاركة المرأة السعودية او ظهور المرأة السعودية في العالم ماذا شعرت شعور بالظلم والتجني طبعا كل العلماء على خلافهم في قضية الحجاب متفقون على ان اذا كان كشف وجه المرأة هذه له تبعات اخرى مثل الفتنة مثل قضايا اخرى لا يجهزونه امر اخر لما اجازوا كشف وجه المرأة وضعوا ضوابط حتى الشيخ الالباني ذكروا ان الوجب والكفين فقط لا ان تظهر النحر ولا ان تظهر الشعر ولا ان تظهر ايضا بالمكياج والمزينات هذكروها العلماء اتفقوا عليها سيدي عندما اظهر انا على الشاشة اطالب بحقي بان اناقش اقوم بدوري في هذا المجال المهني واطالب ان يظهر وجهي وهو هويتي التي لا اقبل باي باي بجال من المجالات ان تلغى هذه الهوية من هؤلاء الذين يقررون لي ماذا يجب ان اكون عليه لماذا تعاملوني كسيدة فانني ناقصة اولية وهناك دائما صوتا ذكريا يقرر لي ما يجب ان اكون عليه انا سيدي رب العالمين سواني معك في الواجبات وفي العقاب وبالتواب عندما تصوم انا اصوم عندما تصلي انا اصلي عندما تسرق تقطع يدك وعندما اسرق تقطع يدي وهذا دليل اكبر واعظم على انني لست ناقصة الاهلية واعلم ماذا افعل واعرف كيف احترم نفسي وليد استغرب ان اقوم كمذيعة بوصف مجتمعي السعودي بانهم يعني يتعرض الى غسيل دماء وهذا شيء غير مستغرب بتاتا يا استاد وليد او دكتور وليد طالما اننا منذ سن السابعة تقريبا والسادسة في سن حياتنا المدرسية الاول الابتدائي وحتى الثانوية العامة ثالث سنوي عندما نبلغ ثمانية عشر عاما وحتى بعد ان ندخل الجامعة ونحن نتلقى ونتلقى ونتلقى ونحفظ 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 ومن يجرؤ منه ويناقش ويسأل او يتساءل يوصى بي استغسر الله عليك استغسر الله قد الان تقود بما يدخل لك جهنم وانتم من تخوفون الناس بجهنم ترجمة نانسي قنقر